هذه أبرز العنوين نجم المنتخب الوطني المغربية ينتقل رسميا إلى ندي الاتفاق الإماراتية وليد الرجراجي يصدم كل المغرب ويعلق بسبب هذا اللعب لقد خرجنا من الكان تقدم الأشغال في ملعب الرباط استعدادا لاستضافة نهائية كأس أمم إفريقيا 2015 بالمملكة في العام المقبل الجامعة تكشف عن حقيقة مباراة ودية بين المنتخب المغربي والمنتخب المالي في شهر مارس المقبل اعلن نادي الاتفاق الممارس في الدرجة الثانية بالدول الإماراتية مساء أمس تحاقده بشكل رسمي مع اللعب الدول المغربي أشرف الزعر في صفقة الانتقال الحر وكتب النادي الإماراتي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لعب نيوكاسل ويونيتد السابق في الدول الإجليزي أشرف الزعر يوقع معنا لمدة عامين وقال أشرف الزعر أنا سعيد لأكون جزءا من هذه المجموعة وهذا الندي أريد أن أحمل خبراتي وعقلية الفوز لمساعدة الندي على الصعود ويدكر أن اللعب الذي سبق له أن متل المنتخب المغربي كان قد لعب في صفوف كل من يوكاسل وشيفليد ويونيتد وريدينغ ثم واتفورد في الدول الإجليزي بالإضافة إلى باليرمو في الدول الإيطالية ثم بروتوفينسي في الدول البرتغالية اعتبر الناخب الوطني وريد الرجريقي أن غياب حاكم زياش بسبب الإصابة في مباراة ثم النهائي كان السبب الرئيسي وراء تراجع أداء المنتخب المغربي أمام جوبنوب إفريقيا في كاس أمم إفريقيا 2023 وخلال حوار تلفزيوري مع قناة الريادية علق الرجريقي على أداء المنتخب قائلا إصابة حاكم زياش هي التي تسببت لنا في تراجع المستوى ولم نقدم الشكل المعهود على الرغم من أن بونو حاكمي خاضوا مباراة من نهائي وكانوا في مستواهم وعضف وليد الرجريقي زياش شارك فراغا كبير لأنه كان اللعب المفتاح في المنتخب سواء في كاس أمم إفريقيا أو في جميع المسابقات الأخرى ربما كان يجب أن أريحه لكنه أسر على اللعب وتابا كنا متفقين مع زياش أن يلعب شوطا واحدا فقط أمام زنبيا إلا أن الإصابة جاءت قبل خمس دقائق من نهاية الشوطا الأول لكن إن لم يتعرض للإصابة في المباراة كان يمكن أن يتعرض لها في التدريب مثل بوفالة ويذكر أن حاكم زياش صاحب 30 عاما قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحلة خلال مواجهة زنبيا مما أدى إلى غيابه عن مباراة جنوب إفريقيا في ثم النهائي الكان والتي خسرها المنتخب المغربي بسبب تراجع الأداء ومستوى الفريق مما أدى إلى تضيع العديد من الفرصة لحل التشجيل وإقساء المنتخب المغربي على يد جنوب إفريقيا ما زالت الأشغال جارية في ملعب الرباط وذلك بعد أن تم هدم كل جانباته إعادة تهديئته من جديد وجعله قادر على استقبال مباريات المنتخب الوطن المغربي الموسم القادم في كأس إفريقيا في أفضل حالة وتسير وطيرة الأشغال بسرعة كبيرة حيث بدأت تتضح أهم خصائص الملعب من المدرجات باختلاف مكانية وتغيير كبير في تصميم الذي تعود عليه المغرب السابقان وسيغطي سقف ملعب الرباط الكبير مدرجات بشكل كامل إذ ستفاجئ مدينة الرباط إفريقيا بملعب من الطراز الرفيعة الصيف العام القادم وستستقبل الملعب المذكورة مباريات المنتخب الوطن المغربي في الكان بما فيها المباراة الافتتاحية والنهائية للمسابقة القرية عمدت بعض المنابر الافريقية في الساعات القيل الماضية لترويج خبر مواجهة المنتخب الوطن المغربي وديا لنظيره المنتخب المالي وذلك خلال فترة التوقف الدولي لشهر مارس المقبل وذكرت المصادر من الجامعة أن الجامعتين المالية والمغربية لم يتوصلا بهذا الخصوص خلافا لما ذكرته أحد الجرائل المالي المشهورة وحسب نفس المصدر ففي حالة مواجهة المنتخب المالي لأوسود الأطلس في المباراة الودية فإنها تكون بالمغرب الذي سيصدف كاسي أمم إفريقيا وليس خارجه وما زال المنتخب المغربي يبحث عن منتخبات إفريقيا ليساعد بشكل جيد لمنافسات كاسي أمم إفريقيا والتي سيصدفها المغرب صيف عام 2025 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة